اشتركوا في القناة نشأت دانيلا في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا مع عائلتها التي تمتلك شركة لوكالات السيارات وامضت طفولتها مع شقيقتها التوأم أليكس حيث عرفت الطفلتان أجواء الشهرة والعمل مبكرا فظهرتا في حملات الإعلانات والتسويق للسيارات تميزت دانيلا أثناء طفولتها بمهارات خاصة بالبيع وقامت فعلا ببيع الأقراط في المدرسة وجنت نحو أربعين دولارا أثناء الدراسة تلقت أليكس الكثير من الثناءات لتفوقها المدرسي فيما كانت دانيلا تسجل درجات منخفضة بسبب إصابتها بالطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ولذلك كانت تكن أحيانا بشق التوأم الغبي عندما بدأت التوأمتان رحلة الدراسة الجامعية ذهبت كل منهما لجامعة مختلفة فكانت أليكس في بنسلفينيا فيما كانت دانيلا في بوستن آنذاك كانت أليكس تطور تطبيق سبينك بوب الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي فيما همت دانيلا بمساعدتها قبل أن تفكر ببدء شيء جديد يلقى إقبالا من الناس كان هذا الشيء هو ذانوزت الذي تعاونت فيه الشقيقتان عملت أليكس على الجانب الفني فيما تولت دانيلا الجانب التسويقي وفي عام 2015 انطلقت تطبيق الجديد الذي كان عبارة عن رسالة إخبارية بمحتوى إعلامي في مجالات الثقافة والصحة والجمال والعمل وغيرها من المضامين التي تهم المرأة واجهت دانيلا في البداية تحديات كثيرة فهي لا تملك خلفيات إعلامية أو أي خبرات بالكتابة والصحافة فتلقت ردود فعل محبطة قبل أن تعمل على تطوير مهاراتها الكتابية خلال الشهور الستة الأولى قامت دانيلا بكتابة كامل المحتوى بنفسها وعملت على تسويق تطبيقها من خلال صفحات التواصل الاجتماعي قبل أن تبني قاعدة مشتركين جيدة وتبدأ بجني الأرباح التي ساعدتها في توظيف عدد من المتدربين لمساعدتها استفادت دانيلا من تخصصها الدراسي في مجال ريادة الأعمال في جامعة بوستن لتنجح في إنشاء شركتها الخاصة ورغم أنها لم تجد وقتا للراحة بين العمل والدراسة إلا أنها نجحت بعد أربع سنوات من بدء التطبيق الجديد بجمع خمسمائة ألف مشترك وما معدله أربعة ملايين مشاهدة شهريا بعد تخرجها بدأت دانيلا تطلب الإعلانات فارتفعت إيراداتها من مليون دولار في عام 2019 إلى سبعة ملايين دولار في عام 2020 ثم إلى أربعين مليون دولار في عام 2021 حيث نجحت في الحصول على شراكات ومعلنين مثل بامبل وفيديليتي وأولد نيفي وتويتر وولمارت مع الوقت طورت دانيلا كثيرا من محتواها الإعلامي وباتت رسالتها الإخبارية المجانية تمزج الأخبار والروابط مع مقالات الموضة والتجميل وغيرهما وباعت حصة صغيرة من الشركة التي تتشارك فيها مع والدتها إلى مستثمر بقيمة 200 مليون دولار وكانت هذه أول أموال خارجية تحصل عليها إلى جانب قرض قيمته 15 ألف دولار من والديها قامت بتزديده كما أطلقت منصة تحريرية جديدة لمتجر داينفون فورستينبرغ العالمي تحت اسم ذويكلي راب مرت دانيلا بالكثير من المشكلات الصحية خلال مسيرة حياتها فبالإضافة إلى معاناتها من اضطراب الحركة ونقص الانتباه عاشت تجارب صعبة لتخطي اضطرابات نفسية أخرى كالوسواس القهري والاكتئاب لكنها في النهاية نجحت في تحصيل الامتياز الجامعي وجمعت ثروة تقدر بـ 220 مليون دولار كما تعد ثاني أكثر شابات أمريكا العصاميات بعد كايلي جينر كما أن أمامها الكثير من الآفاق لتواصل مسيرتها الناجحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر